لما تشتغل في بيئة الـ Conceptual Design الـ Revit بيقدم لك أدوات تعطيك القدرة على السيطرة والعمل بفعالية في 3D لما ترسم خط أو تنشئ Reference Plane أو عند إضافة أي Object في الفضاء الثلاث الأبعاد لازم يكون عندك Work Plane عشان تقدر تشتغل عليه وهذا الـ Work Plane ممكن يكون Level مستوى أو Reference Plane أو حتى واجه من وجوه الـ Object عشان تضيف Work Plane هتلاقي في الـ Career Tribble في الـ Work Plane Panel اضغط Set عشان تفعل الـ Work Plane Tool وحتشوف في شريط الحالة الـ Revit بيطلب منك تسوي Pick a Plane هاختار هذا الـ Reference Plane بعد كده هضغط Show علشان أقدر أشوفه وكمان في الـ Work Plane Panel هتضغط Viewer فهتظهر لنافذة مستقلة الـ Work Plane Viewer هو ثلاث الأبعاد لكن في هذه اللحظة هو عمودي على الـ Work Plane الحالي وأقدر أستخدم مكعب الرؤية للتنقل في الـ View وبالتأكيد أقدر أرسم عليه من الـ Draw Panel الموجودة في الـ Modify Tab هضغط الـ Model Line وحرسم أي شكل هنا ولاحظوا أنا أرسم بين الرسم في الـ 3D في الوقت نفسه هسوي تراجع بس عشان أوريك حركة أقدر أكمل الشكل من هنا لو حبيه من نافذة الـ Viewer هختار الشكل اللي رسمته وحسوي له Form في الـ Viewer لأنه عمودي على الـ Work Plane ما هشوف أي تغيير ولكن هشوفه في الـ 3 Review ممكن أشوفه في الـ Viewer لو حرك هشوف السماكة هسكر هذه النافذة وحلغي Show لو حركت المؤشر على الـ Form حيحدد لي الحواف الـ Edges أو الـ Vertex النقاط أو الرؤوس أو سطح الـ Form Surface ولو ضغط مفتاح Tab من لوحة المفاتيح حينتقل بين الاختيارات المتاحة في الـ Form هختار السطح العلوي ولاحظ لما اختاره هيظهر 3D Control مع ثلاثة أسهم بألوان مختلفة وكل واحد منهم يشير إلى اتجاه لو حركت المؤشر إلى رأس السهم هتظهر لـ Tooltip تقول لي إما تضغط وتسحب عشان تغير الـ Form أو اضغط الـ Spacebar عشان تنتقل بين الأحداثية هضغط السهم العلوي وأتحرك لأعلى وحشوف تحديد للكتلة الكتلة الجديدة وهذا السهم بيسمح لي فقط بالتحرك إما لأعلى وإما لأسفل لو اختارت هذا السهم مثلا وتحرك فهو هيتحرك على امتداد السهم وكلما أتحرك هلاحظ تغير شكل الفون بناء على موقع السطح ممكن تحرك Plane وعشان تسوي هذا الشيء اضغط أيقونة Plane في 3D Control وتحرك ممكن تختار حافة أو تختار Vertex وفي كل الحالات سيظهر لك لـ 3D Control ولاحظوا كيف أقدر أتحكم بالـ Vertex لو حركت المؤشر إلى نقطة الأصل حتشوف المؤشر تغير إلى رمز الحركة عندها تقدر تضغط وتسحب وتخلي الـ Vertex في أي اتجاه تحبه انت تقدر تبدل الإحداثيات من الإحداثيات العالمية إلى الإحداثيات المحلية بسهولة حرك المؤشر فوق الـ 3D Control واضغط الـ Spacebar ولاحظ كيف الأسهم بتتحرك لو ما هي واضحة هنا حضغط الـ Front وحوقف بالمؤشر هنا وأضغط الـ Spacebar وحتشوف كيف المؤشر بيتغير ما بين الإحداثيات العالمية والإحداثيات المحلية حلغ الأمر وأرجع للـ Home تذكر إن إحنا حددنا الـ Workplane اللي حنشتغل عليه ولو اخترت الـ Model Line فوراً الـ Workplane حيتحدد ويظل عندك القدرة إنك ترسم على أي سطح أنت حابب ترسم عليه تذكر إنك لما ترسم خط وتضيف عناصر أخرى فإنت تقدر تختار الـ Workplane أو تستخدمه على أي سطح محدد مثل ما شفت الـ Revit بيوفر لك عدد من الأدوات والـ Control 3D في بيئة الـ Conceptual Design موسيقى موسيقى